طيب نروح لمطش بكرة طبعاً النهاردة هيكون التدريب الأخير للنادي الأهلي عشان ينهي استعداداته بقى لمواجهة طلاع الجيش بكرة إن شاء الله المطش هيكون استعداد سبع على ملعب برج العرب في انتظار الأهلي في نسخته الجديدة هنروح النهاردة طبعاً نتابع من مقر تدريب الفريق آخر التطورات بس خليني أقول لحضراتكم وتابعيني لسه نبتداش خليني أقول لحضراتكم عشان في بعض يعني مش هقول إشعاة لكن بعض الكلام خرج بشكل كبير أو الناس يتكلم فيه في السوشيال ميديا لفترة الأخيرة وتحديداً الـ 24 ساعة اللي فاتت طيب الكلام الأول على أكرم أكرم جاهز أكرم توفيق إن شاء الله بإذن الله المفضلة بينه وبين هاني تبقى لوجهة نظر فنها المستر موسيمان لكن من ناحية الجاهزية أكرم وهاني وكريم التلاتة جاهزين والإصابة اللي اتعرض لها أكرم في مطش المقاولين الأخيرة مش هتمنعهم التواجد بكرة مع أن دي الأهلي إصابة بسيطة جداً وشارك فيه تدريبات كلها بمنتهى القوى الحقيقة وبالتالي هو جاهز بشكل كامل ميكي أو ساني احتمال كبير جداً يكون بكرة ظهور الأول مع أن دي الأهلي لأنه طاهر اتعرض لإصابة خفيفة وإن كانت الحقيقة ممكن يعني يتخليه موجود في القايم لكن يشارك بشكل أساسي أولاء ده طبعاً وجهة نظر مستر بيتسو موسيماني والأعرب أنه لويس ميكيسون هيكون هو هيشارك فيه مركز الجناح الأيصر كلعب أساسي من بداية المباراة خلينا أقول لحضراتكم طبعاً يعني أطمنكم على طاهر مفيش حاجة الحمد لله يعني مفيش حاجة كبيرة وهو بيشارك مع النادي الألف تمريناته بشكل طبيعي جداً لكن حرصاً من الجهاز الفني ممكن ما يخطرش أو ما يجذفش بطاهر من البداية بكرة في مباراة الطلايا طيب خلينا أقول لحضراتكم كمان فيما يتعلق بالأرقام المرتبطة طبعاً إحنا بنتكلم على اكتساح الأهلي والطلاع وعلى الرغم الحقيقة من الطلاع دائماً من الفرقة اللي بتلعب كرة حلوة وعندها عناصر متميزة وفرقة من الفرقة اللي بقت قيلة في الدوري ومفيش دليل على الكلام ده من أنها وصلت لنهاي الكاس معنا الموسم اللي فات فرقة لازم تعملها اعتبار لكن الحقيقة مواجهات الأهلي والطلاع اكتساح للنادي الأهلي احنا نتكلم على 31 مطش اجمالي عدد المواجهات اللي خضها الفرقتين مع بعض منهم 29 دولي ومطشين كاس الأهلي فاس في 25 منهم والتعادل كان ب6 مواجهات يعني الطلاع ما قدرش يكسب النادي الأهلي من أول ما ظهر على الساحة الرياضية في مصر ولا مر وده ما يمنعش أنه فرقة محترمة جدا وأنا قلت ده في بداية كلامي أنه فرقة قوية جدا ومتقدم موسم أو قدمت موسم محترم جدا وأعتقد كمان على الرغم أن في أسماء مميزة مشت من عندهم لكن الحقيقة هم دعموا فرقتهم بشكل كويس جدا من الأبرز الصفقات يمكن الراحت أو هتظهر مع طلاع الجيش فممكن جدا في مطش بكرة عندك ميدو جابر عندك كاسونجو مهاجم الودادو المصري شيكا لعب الإنتاج منهم عدد كبير من اللعيبة هم عملوا تدعميات بعدد محترم جدا من اللعبين لكن الحقيقة برضو زي ما قلت المطشات أو المواجهات أو البطولات اللي بتحسب من مباراة واحدة دايما مباراة ملهاش بالذات المطشات دي ملهاش طاقات لا نفعش تراهن فيها على شيء ممكن تراهن زي ما أنت عايز في بطولة مجمعة أو بطولة زي بطولة الدوري بطولة اللي محتاجة نفس الطويل والبطولة اللي بيبقى عندك فيها فرص للتعويض لكن المطشات أو البطولات اللي بتحسب من مباراة واحدة أولا الدوافع عند الخصم عند الخصم مهما كان حجم الفوارق بينكم وبين بعض بتبقى كبيرة جدا طبيعي جدا إنها من وجهة نظره فرصة قد لا تتكرر كثيرا يعني اللعيبة اللي هتمثلت لطلع الجيش بكرة شايفين إنه ممكن جدا جدا يحققوا بطولة بكرة على حساب النادي الأهلي لو قدروا يكسبوا المباراة واحدة بس وبالتالي عندهم دوافع وعندهم رغبة في تحقيق لقب ده دي نمرة واحد نمرة اتنين وده الأهم إنه وارد جدا في الكرة إنه تبقى متفوق جدا ومتسايد جدا وشفنا يعني نمازج كتير جدا تبقى متفوق بشكل عنيف ومش قادر تترجم التفوق ده لأنك أنت تحسن نتيجة المباراة ومطش الكاز برضو مع الطلاع بالمناسبة دليل على ده يعني أنت كنت كذبان واحد سفر وحصل حالة طرد في المباراة للطلاع ورغم كده في السواني الأخيرة يمكن الطلاع اتعادل وروحت وصلت ضربات جزاء فبالتالي بقول لحضراتكم إنه مباراة بكرة في منتهى الصعوبة أنا لما بحكي لحضراتكم تاريخ المواجهات أقصد أقول أو أنور عند الناس اللي يمكن ما تعرفش أو الشباب اللي طالع صغير تاريخ المواجهات بين الاتنين لكن ده ملوش ألقى بمطش بكرة مطش بكرة 90 أو 120 أو ركلات جزاء قصة تانية خالص موسيقى